الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون في هذه الآية جاء افتتاحها بقوله سبحانه كيف تكفرون بالله وهذا استفحام ليس المراد منه طلب الجواب إنما على جهة التعجب والاستغراب كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والمعنى أنه حري بكم إذا كنتم قبل حياتكم عدما أمواتا لا إحساس لكم فأنعم الله عليكم سبحانه وتعالى بالحياة فأحياكم فأحياكم ثم سوف يذكر سبحانه وتعالى أنه حين أحياهم هيأ لهم هذا الكون وأنه سبحانه وتعالى خلق لهم ما في الأرض جميعا فقال خلق لكم ما في الأرض جميعا فهيأ هذه الأرض فجعلها سكناً وجعلها قوتاً وجعلها محلاً للتنقل والتجارة فأيه هيأها سبحانه وتعالى كيف تكفرون بهذه النعم العظيمة بربكم سبحانه وتعالى فهو احتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية وهذا من الأدلة أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية ولهذا من أساليب العرب والناس تخدمونه لو أن إنسان له معروف على إنسان ربّى ابنه أو الأستاذ ربّى مثلاً تلميذه ونحو ذلك فقال له كيف تفعل هذا وأنا الذي صنعت لك كذا وكذا هل يريد منه الجواب أو يريد منه التقرير ما أحسن به إليه ليس المطلوب منه ماذا الجواب كذلك هذا في قوله كيف ليس المطلوب أنه السؤال والاستفهام لا إنما هو التعجب من هذه الحال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وكيف هنا في محل نصب هي مبنية على الفتح في محل نصب على الحال في من فعل وقع عليها فعل تكفرون لأن كيف لها أحوال تارة تنصب على الحال وتارة تنصب على أنها خبر للفعل الناقص فإن كان الذي بعدها فعلاً تاماً كانت حالاً وكان هذا الفعل عاملاً فيها عامل الحال هو هذا الفعل التام أما إذا كانت مع فعل ناقص مثل كان وآخواتها فتقول كيف أصبحت كيف هنا بنية على الفتح في محل نصب خبر كان أو خبر أصبح نحو ذلك ولها حال أخرى أيضاً مع الإسم تقول كيف حالك كيف حالك في هذه الحال وش يكون إعرابها كيف خبر خبر يكون خبراً مقدماً خبراً وحالك مبتدأ مؤخر فهذه غالب أحوالها أو أحوالها الثلاثة فقال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فيه كلام لأهل العلم وخلاف وأقرب الأقوال أن قوله سبحانه وتعالى وكنتم أمواتاً يعني قبل وجودكم لم تكونوا شيئاً كما قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء ليس شيئاً لم يكن شيئاً مذكوراً ليس شيئاً مذكوراً فهو في حكم الميت والعرب تطلق الميت على عدم الإحشاش فالأرض الميتة يطلق عليها ميتة من جهة أنها لم تجهر بالثمار فتكون ميتة فيحييها الله سبحانه وتعالى بالقطر وكذلك أيضاً عدم الوجود عدم الذكر فإنه في حكم الميت فهذا هو أقرب ما قيل في هذا وقيل إنه لما كان ميتاً في صلب أبيه لكن القول الأول الذي عليه أكثر المفشرين كنتم أمواتاً لم تكونوا مذكورين ولم تكونوا شيئاً مذكوراً ثم أحياكم شبحانه وتعالى في هذه الحياة كنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم يعني بعد هذه الحياة الدنيا ثم بعد ذلك تكون الحياة الثانية حياة البعث والنشور وكأن الحياة في القبر للسؤال كأنها تابعة للحياة الأولى لأنها حياة عارضة لأجل السؤال وقيل غير هذا كنتم أمواتاً كيف تكفرون بالله وكنت أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون المرجع والمآل إليه سبحانه وتعالى فلا ملجى ولا منجى من الله إلا إليه كيف تكفرون بالله والله سبحانه وتعالى محيط بكم قادر عليكم سبحانه وتعالى لا تفوتون عنه سبحانه وتعالى ولا يفوت عنه من الكون ذرة وكل ما في السماوات والأرض سبحانه وتعالى يتصر فيك كيف يشاء وأنتم عبيد له قهراً أنتم إن لم تكونوا عبيداً اختياراً فإنكم عبيد قهراً لا تخرجون عن هذه العبادة قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لكن الشأن في العبودية عبودية الاختيار حين يسلم أمره لله ويسلم ويستسلم ويقول آمنت بالله ورسله ثم إليه ترجعون المرد إليه سبحانه وتعالى فهذه عبرة لمن اعتبر وتذكر حتى لا يرجع على حال الكفر والعياذ بالله وقوله تكفرون الكفر من الكفر وهو الشتر والتغطية لأن الكافر جهد نعمة الله وغطاها ولم يعترف بها وهو مقر بها باطنا لكنه كفر بها ظاهرا ولهذا سمي كافرا من الكفر وهو الشتر ثم لما ذكر سبحانه وتعالى آية عظيمة من عباده في هذه الحياة الدنيا كيف يتصره فيهم وأنه يحييهم ويميتهم سبحانه وتعالى وأنه لا يمكن لأي إنسان على هذا الكون أن يمتنع من الموت تأخذ روحه من بين جنبيه من بين أهله تأخذ روحه في سفره في حله في ترحاله في أي مكان الموت لا يحتاج إلى استئذان تسل روحه من بين أحب الناس إليه أو من بين أبغض الناس إليه على أي حال وليس للموت عند الإنسان موعد لا يدري يكون الشخص بيننا ثم يأتي اتصال فلان يطلبك الحل كان معي كنت أتحدث معه انتهى صعلت روح سلت أخذت روحه عبرة وعظة ولهذا كل كلنا في هذا المكان كل واحد لا يدري هل يخرج من هذا المسجل ولا يخرج حيّلهم لا يدري لا يدري متى أجل لكن الإنسان يحسن ظنه ويجتهد في حسن ظنه بربه لعله أن يلقى ربه على خير حال لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله فلهذا قال بحين ذكر هذه الحال وهذه الآية العظيمة بأنه هو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو ثم سبحانه وتعالى يعني كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم سبحانه وتعالى ثم إليه ترجعون فذكر بعد ذلك سبحانه وتعالى آية من الكون والآفاق فيه آية في نفس المكلف وفي أنفسكم أفلا تبصرون أبصر حالك أبصر نفسك فإن حصل عندك ضعف فأبصر ما حولك ولهذا ذكر سبحانه وتعالى الكون الذي أنت فيه الأرض في راشك والسماء سقف على هذه الأرض فقال سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى خلقها للأرض لنا هيا أهلنا سبحانه وتعالى فراشا ممهدا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الأرض وما فيها خلقت لعباده بمنافعها وخيراتها والإنسان والإنسان في هذه الأرض وفوقه السماء هل له مخرج لا مخرج له ذكر عن بعضها العلم أنه بعث قاضيا في بلدة من البلاد فجاء إلى شيخه فقال عظني سوف يذهب قاضيا فقال الأرض تحتك والسماء فوقك وأنت بينهما فانظر ما أنت عامل لا مخرج لك أنت في هذا الكون والله سبحانه وتعالى محيط بهذا الكون والمعنى راقب نفسك في كل قضية وكل وفي كل حكم تحكم فيه راقب ربك لا تنظر إلى هذا الخصم دون هذا الخصم وانظر إلى مخرجك قبل أن تنظر إلى مخرج الخصم وانظر إلى نجاتك قبل أن تنظر في نجات الخصم هذا هو الواجب يعني عليك أن تنظر في حالك حين تحكم في هذه القضية هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا استدل أهل العلم بهذه الآية وهي دليل من أدلة كثيرة دليل من أدلة كثيرة مما يستدل بها العلم أن الأصل في ما في الأرض أنه حلال كل ما في الأرض حلال من المطعومات من المشروبات من الحيوانات من الملابس كل ما في الأرض الأصل هو الحل قال العلماء أخذ العلماء قاعدة عظيمة قالوا الأصل حل المطعومات والمشروبات والحيوانات هذا هو الأصل أي مثلا الأصل في كل ما على الأرض من الحيوانات جواز أكله إذا أراد أن يصيد إنسان حيوان يقول هل هو حلال يقول قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض ما اسم موصول تعم كل ما في الأرض ثم أكده جميعا والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني أنه حلال لكم طيب لكم تطيب نفوسكم به والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ففيه أصل عظيم في حل كل ما في الكون وقد أجمع العلماء على هذه القاعدة وأخذ بها للسنة عموما وأجمع على ذلك الأشجار الثمار الفواكه كل شي ثم أيضا من جهة المعنى يقول العلماء من جهة المعنى الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وخلق فيها ما طيبها به من مأكلات ومشروبات وكذلك ما فيها من الحيوانات وما يلتذ من جميع ما خلق فيها فهذا المخلوق هذه المخلوقات إما أن تكون لمنفعها ولغير منفعه فالله سبحانه وتعالى خلقها لنا ولا يعود إلى الله شيء من هذا لأنه سبحانه وتعالى عن خلقه سبحانه وتعالى فلهذا كان مقتضى المعنى والنظر أن تكون حلالا طيبة حلالا طيبة إنما يقال أو يستثنى ما دل الدليل عليه فإذا قال إنسان هذا الحيوان حرام صيده نقول ما الدليل عليه حر من الحيوانات ما كان له ناب من السبع أو مخلب من الطير أو نحو ذلك مما حرم الله سبحانه من الخبائث وذوات السموب نحو ذلك يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فهناك أصول وقواعد في هذا الباب ما دلت النصوص على تحريمه يقال إنه حرام فيخرج من هذا العم وإلا فالأصل حل الطيبات ولهذا قال سبحانه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ولهذا قال سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإيه النشر ما ستنا شيء ما قال اجتنب هذا الشيء أو اجتنب هذا الشيء كل ما فيها وكلوا من رزقه مما أخرجت الأرض وأنبتت الأرض وإما ينبت العباد كله حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه قال سبحانه ثم استوى إلى السماء السماء اسم جنس يعني السموات كلها سبع لأنه قال بعد ذلك فسواهن أقال فسواهن ثم صرح سبع سماوات أي جنس السماء والذي قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من حال عباده ولا من حال كون سبحانه وتعالى يعلم ما يريوه الأرض وما يخرج منها وما ينزل فيها سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وما تسقط من راقة إلا يعلم ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين لو أي حبة تسقط أو ورقة في كتاب مبين الله أهز العلم العظيم الله أكبر وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى ولهذا قال ثم استوى إلى السماء العلماء استوى هنا على قولين لأهل السنة وهذه مثل ما تقدم لنا من جنس الآيات التي يقع فيها اختلاف في تفسيرها ذهب كثير من أهل السنة ومنهم من حكاها عن الجمهور ومنهم البغوي رحمه الله في هذا الموضع في تفسير سورة البقرة وحكاها عن أكثر السلف أن استوى معنى على وصعيد إلى السماء وأنه بمعنى على استوى إلى السماء وذهب بعضها العلم وهذا اختاره ابن جرير رحمه الله وذهب بعضها العلم واختاره ابن كثير رحمه الله إلى أن استوى هنا بمعنى قصد وهو القصد إليها لأنه عدي بإله وقالوا إن استوى تارة لا تتعدى بشيء تكون معنى التمام والكمال ولما استوى وبلغ أشده فلما بلغ أشده واستوى فلما بلغ أشده وكمل هذا معنى كمرتا وتارة تعدى بإله مثل هذه الآية فيقولون إذا عديت بإله تكون معنى قصد وهذا اختارها أيضا العلامة بسعدي رحمه الله في تفسيره أما إذا عديت بعلاء فهو معناها العلو والارتفاع مثل آيات واستوى على العرش ثم استوى العرش الرحمن على العرش استوى وقال سبحاني تستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربك إذا استويتم عليه تستوى على ظهوره هو العلو فالاستوى مع العلاء معناها العلو وهذا على قولين فهي من الآيات التي وقع في تفسيرها هذا الخلاف لكن كما لا يخفى أن هناك استوى محل إجماع وهو استوى عرش سبحانه وتعالى لكن هذا الاستوى هو الذي وقع فيه الخلاف ثم استوى إلى السماء وهي دخان الدخان هنا كما في حمي فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان وهي دخان والمراد دخان الذي هو بخار الماء وعن كثير من السلف جاء بخار الماء الذي تحت العرش لأن عرش الرحمن على الماء والذي خلق السموات ورضى في ستة أيام وكان عرشه على الماء وفي الصيحين أيضا في أحريف هريرة في آخره وعرشه على الماء في حديث عمران حسين عند البخاري أيضا قال وعرشه على الماء فقالوا إن هذا هو بخار الماء الذي عليه العرش وأنه سبحانه وتعالى خلق منه السماوات السبع فسواهن يعني أتم خلقهن فليس فيها فتوق ولا خروق هي ملتائمة وليقال فسواهن سبع سماوات سبحانه وتعالى رفع سمكها فسواها سبحانه وتعالى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم يعني أنه سبحانه وتعالى سوى سبع سماوات فوق ذلك يعني وسبحانه وتعالى عالٍ على العرش لكنه لا يخفى عليه شيء من أحواله وهو بكل شيء عليم وفيه دلالة على عظمة علمه وشعة علمه سبحانه وتعالى فلا شك أن هذه عبرة وعظة لكل مخلوق حين يشمع هذه الآيات في الأنفس والآفاق فلا يكون منه إلا الإيمان والتسليم وبعض الناس ربما يطلب آية هذا وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فقد جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعاه إلى الإسلام دعاه إلى الإسلام فكأنه توقف نحو ذلك فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أدعو لك هذا العذق العذق ما هو العود الذي فيه الشماريخ فيه الشماريخ والنخل يكون فيها أعذاق العذق بالكسر هو العود الذي فيه الشماريخ والعذق بالفتح هو النخلة العذق بالفتح هو النخلة beatingالها فدعا النبي عليه الصلاة والسلام هذا العود الذي شماريخ فنزل وجعل ينقذ حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أمره أن يعود فرجع فقال حسبي 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 والنبي عليه الصلاة والسلام آيته كتاب الله القرآن لكن هناك آيات رآها في زمنه أناس رآها أصحابه ورآها أناس من غير أصحابه ورآها أناس من الكفار آيات عظيمة لكن آيته الباقية العظيمة هي هذا القرآن العظيم ما بعث الله من نبي إلا آتاه الله ما على مثله آمن عليه البشر وكان الذي أوتيته قرآنا يتلى وهذا الكتاب العظيم قال سبحانه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويشفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وإذ هذه تأتي كثيرا وربما ذكر عاملها واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ولهذا يقولون كثيرا حين تأتي إذ في صدر الآية تكون منصوبة بفعل مقدر والمعنى أذكر وإذ قال لأن إذ ضرف لما مضى من الجمال مبني على السكون في محل نصب في هذا وإذا ضرف لما يستقبل من الجمال وكلهما مبني وهنا وإذ وإذ قال قال ربك والجملة بعد إذ وإذا وحيث الجملة بعدها مخفوضة ولهذا تكون خافضة خافضة يعني لشرطها منصوبة بجوابها فهو ضرف خافض لشرطه منصوب بجوابها فالجملة وإذ قال ربك بعد أن تعريبها على التفصيل تقول والجملة في محل جر في محل جر لأنها مضافة مضافة إلى إذ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل يعني أن هذا القول كان منه سبحانه وتعالى حين أخبرهم سبحانه وتعالى وقال لهم وأخبرهم سبحانه وتعالى أنه جاعل في الأرض خليفة إني جاعل إني واسمها الياء يبني على السكون جاعل خبرها وجملة مقول القول في محل نصب جملة كلها في محل نصب مقول القول وهي أيضا في محل خفض بإضافتها إلى إذا فلها موضعان مع إعراب إعرابها مفصل قل ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فالله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أنه سوف يجعل في الأرض خليفة وجاعل هذه تنصب مفعولين تنصب مفعولين لأنها من جعل وهذا الفعل يجعل جعل تطين إبريقا من أفعال التصيير تنصب مفعولين وهي اسم فاعل واسم الفاعل يعمل ماذا عمل فعله يعمل عمل فعله بفعله الفاعل ألحق في العمل في العمل إن كان عن مضيه بمعجري كما يقول مالك لكن بشرط أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال ولهذا هذه الآية بمعنى الاستقبال إني جاعل يخبره سبحانه وتعالى إني جاعل فتكون عاملة عمل فعلها فتنصب مفعولين لأنها للاستقبال بخلاف ما إذا كانت للمضي فإن مفعولها يضاف إليها تقول مثلا أنا مكرم صديقك هذا الاستقبال ولا للمضي أنا مكرم للاستقبال لأنك نصبته وإذا قلت أنا مكرم صديقك أكرمته أو لم تكرمه أكرمته يعني قد أكرمت صديقك لكن إذا قلت أنا مكرم صديقك يعني سوف أكرمه مثلا تقول كما يمثل مثلا ضارب جيد وضارب جيدا ضارب يعني وقع منه الضرب وضارب في المستقبل وإما يذكره هذا أنه وقع في مجلس الرشيد بين أبي يوسف يعقوم إبراهيم صاحب حنيفة رحمه الله وإمام أهل الكوفة إمام الكوفة الكسائي علي بن حمزة الكسائي رحمه الله الحمد لله عليهم جميعا الرشيد رحمه الله كان يتمع عنده العلماء وكان عالم في الشريعة وفي اللغة فكانوا يتدارسون عنده وكان الكسائي يتفنن في العربية ويورد من العربية فمرة من المرات جعل يورد من من مساء العربية وأبو يوسف حاضر قال يا علي بن حمزة أو نحو ذلك يناديه غاية نحوك غايتك في النحو أن تكون معلم صبيان يقول له حين يورد عليها فالكسائي قال له أنا تأثر بكلامي إني سألك عن مسألة في الفقه قال ما هي قال له قال كسائي أبي يوسف إذا قتل غلامك قتل غلامك فجاءك رجلان فقال أحدهما أنا قاتل غلامك وقال الآخر أنا قاتل غلامك من تأخذ منهما من تأخذ منهما قال كنت آخذهما آخذ جميع يعني يقيم عليهم لأنهم اعترفوا أنهم قتل قال أخطأت أخطأت لماذا أخطأ واحد ماذا من الذي قتل الذي قال الذي قال ماذا أنا قاتل غلامك وإلا غلامك أقاتل غلامك لأن هذا في المضي يعني أنه قد قتله والذي قال أنا قاتل يهدد يعني سوف أقتله أقتله في المستقبل فقال أنت قاض وسوف تقتل غير القاتل فاستحي أبو يوسف ولم يعد يرد عليه على ذلك فالشاهد أن قوله سبحانه وتعالى إني جاعل هذه للإستقبال فلهذا تعمل عمل فعلها يعني يعمل عمثلة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أخبرهم سبحانه وتعالى أنه سوف يجعل الخليفة اختلف في الخليفة هذا لكن الأظهر فيه والله أعلم أن مراد بهذا الخليفة ليس المراد آدم يعني ذرية عموما وأولهم آدم عليه الصلاة والسلام وأنهم خليفة يخله بعض بعض وهو الذي جعلكم خلائف الأرض كما قال وَلَوْنَ شَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً في الأرض يخلهون يعني يخلف بعضهم بعضا وقال سبحانه هو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل فالمعنى أنه يخله بعضهم بعضا في هذه الأرض فيبقون ويحيون فلا ينقطعون منها حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة إني جاعنوا في الأرض خليفة يخله بعضهم بعضا قالوا أتجعلوا فيها من يفسدوا فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون إني أعلم ما لا تعلمون تجعلوا فيها من يفسدوا فيها قد يقول قائلها ذكره ونفسروا الرحمة الله عليهم لهم قالوا كيف علموا أنه يقع من هذه الخليفة وهذا الخلق يقع منهم هذا الفعل وشفك الدماء والتعدي والمظالم قال بعضها العلم لعلهم علموا ذلك بعلم من الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى علمهم أو ألهمهم هذا الشيء وقيل إنهم علموا ذلك من قوله سبحانه وتعالى إِنِّي جاعل في الأرض خليفة والخليفة هو الذي يستخلف لأجل أن يحكم بين الناس يكون خليفة فيأتيه الخصوم يأتيه الخصوم يحكم بينهم والخصوم إما ظالم أو مظلوم فإذا كانوا إما ظالم ومظلوم إذن كان التعدي والظلم فأخذوه من قوله خليفة وقيل غير ذلك والله أعلم لكن لا شك أنهم علموا ذلك فلهذا قال سبحانه وتعالى إِنِّي أَعْلَوْ مَا لَتَعْلَمُونَ ذكر كثير مفسرين في هذا آثاراً كثيرة أن خلقاً كانوا قبل قبل ذلك قبل بني آدم وأن الله أنجلهم في الأرض وأنهم أفسدوا في الأرض وأن الله أرسل إليهم من يقاتلهم حتى أهلكهم وأنهم علموا ذلك من هؤلاء الذين سبقوا وأن هؤلاء الذين سوف يكونون سيكونون مثل من تقدمهم ممن نزل وقع منه هذا لكن هذا كله آثار لا تصح آثار لا تصح ولا تثبت وكلها آثار إسرائيلية فلا تثبت وإن أكثر منها كثير من المفسرين فلهذا الصواب هو ما تقدم أنهم علموا إما بأن الله سبحانه وتعالى علمهم ذلك أو فهموا من قوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة كقوله سبحانه وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فالله سبحانه وتعالى خليفة ليحكم بين الناس بالحق فدل على أن الخليفة يحكم بين الناس وليكن الحكم إلا لما بينهم من الخصومات والنجاع فلهذا قالوا ما قالوا قالوا ويسفك الدماء وكأنهم قالوا يا ربنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني سنكون أفضل منهم ونقد نسبح بحمدك نسبح بحمدك الأظهر أنه التسبيح سبحان الله سبحان الله وبحمده ولهذا ثبت صحيح مسلم مصطفى الله لملائكة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فهذا هو التسبيح يعني نسبحك ونحمدك ونقدس لك نقدسك وننزهك ونعظمك التقديس يجمع هذا كله تنزيه سبحانه وتعالى وتعظيمه ولقان ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هم ماذا قالوا ذكروا أمورا تقع من هذه الخليفة هم يقع منهم من هذا الفساد وشفك الدم والتعدي والظلم فالله سبحانه وتعالى قال إني أعلم ما لا تعلم قد يمكن أن يستدل والله أعلم بهذه الآية على قاعدة عظيمة وهي أن المصالح الغالبة على المفاسد مقدمة فالله سبحانه وتعالى حين ذكروا ما يقع بينهم من هذا التعدي والظلم قال إني أعلم ما لا تعلمون لكن لكني يقول سبحانه وتعالى أنه يقول سوف يكون منهم الأنبياء والرسل والأولياء والشهداء والصالحون والعلماء والعباد سوف يكون خير عظيم من هؤلاء فهو غالب على الشر الذي سوف يكون منهم ولهذا قال إني أعلم ما لا تعلمون خفي عليهم مثل هذا ولهذا ولهذا هم سلموا بهذا بعد ذلك سوف في قولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال إني أعلم ما لا تعلمون ثم قال سبحانه وتعالى وثم في قوله إني أعلم ما لا تعلمون إشارة إلى أن العبد يكل العلم إلى عالمه وإذا جاءته مسألة لا يعلمها ماذا يقول لا أدري لا أدري هذه عمدة أهل العلم إياك أن تخطئ لا أدري ولا تستحي أن تقول لا أدري فمن ترك لا أدري سألوه حتى لا يدري إن تكلم تكلم بعلم إن لم يعلم فيقول لا أدري ومن ترك لا أدري أصيبت مقاتله وكان أهل العلم يورثون طلابهم لا أدري جاء رجل إلى مالك رحمه الله من مسيرة مسافة ستة أشهر ستة أشهر يسأله عن مسألة جاء قاصداً إليه في المدينة اسم عن مالك لن يرجع إلا وقد شفاه مسألته مسألته فلما ترجل إليه وسأل مالك قال مالك لا أحسن مسألتك لا أحسن مسألتك قال أنت مالك وأنا جئتك من مسيرة ستة أشهر لا تحسن مسألتي قال نعم وارجع إلى قومك وارجع إلى قومك وقل إن مالكاً لا يحسن مسألته وارجع إليهم أخبرهم قال علي رضي الله عنه وابردها على القلب أن أقول لا أدري وابردها على القلب أن أقول لا أدري هذا هو الواجب جاء رجل إلى القاسم ابن محمد بن أيبكر فسأله وهو في المسجد جالس وبين وعنده طلابه متفون حوله فسأله عن مسأله فقال لا أحسن مسألته قال أنت القاسم ابن محمد بن أيبكر يعني جدك أو بكر الصديق لا تحسن سألتي قال يا ابن أخي لا يغررك طول لحيتك والاجتماع الناس حولي فوالله لا أحسن مسألتك فوالله لا أحسن مسألتك ولهذا يجب الخضوع لكلمة لا أدري وإما ذكر عن قاسم من أصبغ أحد كبار علماء المالكية والكسر الكثير في هذا أنه رحل إلى أحد العلماء في المغرب الأقصى إلى بكر بن حمد ليأخذ عنه حديث مسدد بن مسرهد كان إماماً حديثه مشهور حديثه عالي فأخذ عنه شيئاً من حديث مسدد وبقي عليه بعض الشيء فرحل عنه لأجل أن يدرك علماء في المشرق وفي العراق حتى لا يفوتونه فرحل فرحل إليهم وآخذ عنهم العلم ثم رجع إلى بكر بن حمد ليشمع منه بقية حديث باقي حديث مسدد فجعل يمني عليه بكر بن حمد فمما أمل عليه حديث جرير الطويل لما قدم أهل اليمن حين جاءوا مجتاب النمار مجتاب النمار لبسوا ثياباً كالنمار قد شققوها وجعلوها على أكتافهم فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أثر الحاجة عليهم فدع الناس إلى صدق الحديث بطوله قال حتى رأيت كومين من طعام ومال طعام وثياب وفي الحديث قرأ بكر بن حمد مجتاب الثمار مجتاب من جبي الثمار بدل النمار قال الثمار زادها نقطتين فقال قاش بن أصبغ النمار يعني جمع نمرة وهي الثوب المخطط مثل ما يكون على شكل النمر فقال الثمار يقوله بكر بن محمد فقال أحفظ يعني أحفظها النمار ثم قال بكر بن محمد لنذهب إلى ذاك الشيخ وإذا في المسجد شيخ يدرس العلم فذهبوا إليه بل قال قبل ذلك قال بكر بن محمد تغلطنا يعني تقول تقول أني غلط تقول إنها النمار لأنك ذهبت إلى العراق وسمعت الحديث في العراق فتقول فتغلطنا يعني أنك لما ذهبت إلى العراق جئت تغلطنا فقال هي النمار قال إذا لنذهب إلى ذاك الشيخ فذهبوا إلى شيخ في المسجد فقال مجتابي النمار فأخذ بكر بن محمد بأنفه فقال أرجع وأنا صاغر أرجع وأنا صاغر رحمه الله فهذا هو الواجب سواء كان في السؤال أو كان في بحث المسائل وهذا في قصص السلف كثير رحمة الله عليهم ولهذا قال سبحانه إني أعلم ولا تعلمون فمن لم يعلم فعليه أن يكل العلم إلى عالمه والعلم كثير ولا يحيط به أحد العلم كثير إنما يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما اختلفتم بمشيف حكمه إلى الله إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ثم قال سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لعن نقف على هذا نكمن إن شاء الله غدا لعن نقف